مئة محاولة اعتقال خلال خمس سنوات جميعها فشلت باعتقال المطارد أخيرا نجح العدو باعتقال الشيخ بسام السعدي ستون عاما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وابن مخيم جنين السعدي سليل عائلة مجاهدة مقاومة غانت كثيرا بسبب مطاردته حيث دوهم منزلها مرات عدة فيما اعتقل الاحتلال أبنائه وزوجته واعتدى عليهم خمسة عشر شهيدا من عائلته وأقاربه بينهم والدته التي استشهدت خلال اقتحام الاحتلال لمنزلهم وأطلاق قنابل الغاز داخله في الحادي والعشرين من حزيران العام الفين واثنين كما استشهد نجله عبد الكريم في الأول من أيلول من ذات العام خلال الدفاع عن مخيم جنين وبعد أربعين يوما لحقه شقيقه إبراهيم الذي استشهد برصاص قناصا صهيونية أمضى الشيخ السعدي نحو اثني عشر عاما في سجون الاحتلال وكان أحد القيادات التي تم إبعادها إلى مرج الظهور في لبنان مطلع تسعينيات القرن الماضي الشيخ السعدي رفض الاعتقال ورفض تسليم نفسه طواعية الحرية للشيخ الأسير الحرية للأسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر